ونضع الفراخ اذا لدينا صنية فرن الفراخ لدينا الباربيكيو سوس هنضع كمية من سوس الباربيكيو اللي حضرناها عشان نعمله السيوي هنضفله المكونات القاتية اول حاجة هنضفله زيت السمسم احنا محطناش اي زيوت زيت السمسم المتحمص توستد ساسيمي اويل مختلف تماما عزيت السمسم العادي لليه طعم بقاش ضريف قوي بصراحة بتحسوه كأنه مسلا سمسم قديم شوية توستد ساسيمي اويل من الحاجات اللي انصحكم انه دايما تكون في مطبخكم لو بتحبوا الاكل الاسيوي هنضيف كمان عليها شوية خل لو فيه خل الرز احلى حاجة لو ما فيش خل الرز شوية خل ابيض اوكي هنضيف كمان شوية انا هنضيف السوية سوس لا 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 دي مش سوية شكل دي شكل السوية شوية سوية سوس وكمان هنضيف واهم حاجة هتودي للمطبخ الاسيوي جنزبيل مبشور نعملها كتير وبتعصره اذا عصير الجنزبيل شايفين دي احد اسهل الخلطات زيت سمسم الجنزبيل حطينا شوية خل الرز لو مش موجود خلاص وشوية سوية فاخدناها اكتر على المطبخ الاسيوي هي فيها شوية سوية خففناها ليه بقى خففناها لانه هي في الفرن فيها سكر خلال عملية تسويت الفراخ في الفرن هيحصل لها ايه هتكرمل بزيادة او هتتقل بزيادة فاحنا خففناها شوية اهو قوامها شايفين اخف بكتير من قوام الباربيكيو سوس اللي ابتدينا فيه هبص على الكلزوني مع بعض مستبدري الكنترول بيفكرني برافو عليكم بس قلت لكم الكلزوني هياخد وقت اكتر بكتير هنسيبه ونطلع فاصل ونرجع الفراخ عندنا السوس عندنا هفيش غير تمارينيت وندخلهم الفرن بعد الفاصل موسيقى تعالوا دلوقتي نعمل الاسهل وصفة في الدنيا اللي هو لو احنا اشترينا باربيكيو سوس سنضفل شوية جنزبيل شوية زيت سمسم شوية سويا ولو حاب الفلفل أبيض بليق قوي مع الأكل الأسيوي ونحط زي ما هي كده شفتوا هتدوب مش محتاجة ولا تتقطع ولا نعمل لها حزوز كده أو أي حاجة خلص كفاية العدد ده اوكي هناخد السوس اللي حضرناها ونغرقهم بيها هيدوبوا زي ما شفتوا اللي طلعناهم الفرن شاربين السوس ده اهو وانا حطيت جزء من السوس ده الزيادة طبعا مش اللي كان فوق الفراخ اللي عملناه جنب الفراخ اللي طلعناها من الفرن في أول الحلقة ده حيدخل على الفرن الحرارة من تحت فقط ودرجة الحرارة 180 ل200 هيتحط بالنص وبياخد تقريبا يعني 40 دقيقة 35 40 دقيقة لحد ما يدوب كده هتلاقيها هتلاقول هون لونها فاتح تشغلوا الشواية وتحمروها وتقلبوها الناحية التانية وتحمروها طعم التحمير ده مع السكر بيدي كرملة رهيبة تعالوا نحطها في الفرن حطها في الطبقة الوسطانية تعالوا بسرعة كده قلت لكم هنعمل السوس اللي بتقدم لذيذ جدا جنب الفراخ اللي طلعناها في أول الحلقة هنخلي جنبنا كمان السوس كالقاتي ده سوس اختياري بس لذيذ جدا عشان تبقى الأكلة دي أكل مطاعم كورية بامتياز هنحط شوية السوس السراتشا أو الهوت سوس علي شوية زيت السمسم تكلمنا قبل كده عن الحاجات لازم تشتروها لو انتو بتحبوا المطبخ الأسيوي منها زيت السمسم السراتشا السويا السوس اللي دلوقتي هحطها كمان اهو مش عايزا يبقى السويا طغية عايزة السويا على خفيف هنحط عصير لمون هزين حاجة بتكسر لسويتنس الحلاوة هنعمل حاجة تنجي كده فراش هنحط شوية خل ممكن تكتفوا بدق ودع هنحط شوية عسل عشان السكر مش هيدوب بسهولة شوية لانه اصلا السوس الباربيكيو هي بنفسها مسكرة هنحط بس اللي يزبط توازن السوس ده مع الرز لأ محتاجة شوية كمان يعني وبعدين هنضيف هاقول لكم حالا شايفين اللمون فراش زيت السمسم ظاهر على الخفيف خلطة مختلفة الباربيكيو سوس فلفل حرق أخضر وأحمر وزيت السمسم متحمص وبصل أخضر ده بقى مع رز سادة أبيض حكاية يعني الخلطة دي كده كده لوحدها حكاية انا مجهزة طبقة هنقبط الخلطة فيه ونحطها شايفين تبعت بالنين ونحطها جنب الطبق ونروح على الفرن على طول